من قلب مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تعالوا أخذكم في جولة سريعة واستعرض لكم الفيلم اللي تابعته كبداية المهرجان في فندق الريتس كارلتون في جدة وانتهي بتاريخ 9 ديسمبر وهنا البداية والتفاصيل الجميلة والديزاين لهذه السنة المهرجان يعرض 130 فيلم لو بنحسبها بالمعدل اليومي فبتنعرض أكثر من 10 أفلام يوميا وتفاصيل هذه الأفلام وترويجها يتم استعراضها في هذه القاعة وغيرها من القاعات اللي تضم الرعاة والقنوات ومنصات العرض وهذه القاعة الكبرى اللي يتم فيها عرض بعض الأفلام الرئيسية بجانب فوكس سينيما الريتسي ونأخذكم جولة سريعة في الريت كاربت والفيلم اللي تابعته هو فيلم سالنت نايت بتواجد البطل الممثل جول كينيمان فيلم أكشن بطابع صامت من إخراج جون وو بكل اختصار الفيلم قدم لي إخراج ولا أرواع ومشاهد أكشن متقنة وأداة تمثيلي من ليفل عالي لكن إجمالا وبالتفاصيل الأخرى الفيلم كان عادي بالنسبة لي وقيمه 6 من 10 ورح نعرض في صلاة السينما تاريخ 6 ديسمبر واستنوا تغطيتي للفيلم القادم السلام